كيف يبدو الموقف البريطاني الذي طالما انتقلته دول الاتحاد الأوروبي من أنه دائما يأتي متأخرا معي هنا في الستوديو زميلي عصام مع كرماوي مراسل بي بي سي نيوز عربي في لندن عصام مرحبا بك إذن بريطانيا تقرر فجأة أن تمد أوكرانيا بستة ألاف صاروخ إضافي بعدما كانت مدتها بأربعة ألاف صاروخ تريد زيادة الدعم المالي ودفع مخصصات أو رواتب الجيش الأوكراني لماذا أو كيف تغير هذا الموقف البريطاني فجأة لابد من الإشارة توني إلى أن بريطانيا تحاول أن تأخذ خطا مختلفا عن خط الاتحاد الأوروبي منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي المعروف باسم بريكزيت تحاول الحكومة البريطانية أن تخطط لنفسها طريقا مستقلا هو أقرب إلى الموقف الأمريكي منه إلى الموقف الأوروبي ولعل هذه الأخبار التي تحدثت عنها تأتي في هذا الإطار إلى حد ما لكن هناك أيضا التزام من عدة حكومات غربية في أوروبا بتزويد أوكرانيا بالأسلحة حتى دول مثل ألمانيا التي كانت في السابق لا تذهب بهذا الاتجاه أعربت عن استعدادها لتزويد أوكرانيا بالأسلحة إذن هناك رغبة غربية في مساعدة أوكرانيا بعدة طرق منها مثلا مسألة العقوبات التي فرضت على مسؤولين روس ومقاطعة المصالح التجارية الروسية وحتى استهداف الأثرياء الروس الأوليغاركس الذين يعيشون في هذه البلاد المتحدة بالضبط عصام ما الذي يريده بوريش جونسون من هذه القمتين لأنه لن يشارك في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي من قمة أن يتوى من قمة جيسة في الدول السبعة الصناعية الكبرى لابد أن لديه رؤى معينة ما الذي يريده بريطانيا تريد أن تشعر أنها في قلب الجهد الدولي وليس على الهامش لأنه في بعض المنتقدين للسياسة البريطانية قالوا عند خروجها من اتحاد الأوروبي أنها ستكون على الهامش بريطانيا تحاول أو حكومة بوريش جونسون تحاول أن تظهر للعالم أنها في قلب الأمور في قلب الحدث تنسق مع الولايات المتحدة بشكل وثيق في محاولة التعويض عن خسارة أو الخروج من اتحاد الأوروبي لكنها في الوقت نفسه تدرك أن هذا العالم عليك أن تكون متواجد في كل المنتديات الدولية قمة الناتو توليها أهمية كبيرة أيضا مسألة مجموعة السبع هامة جدا في هذا الإطار لأن بريطانيا عضو فعال في هذه المجموعة إذن هناك أسباب داخلية لتعود لبريطانيا وهناك أسباب أخرى منها مثلا الاقتصاد البريطاني تريد بريطانيا فتح أسواق جديدة البحث عن شركاء جدد بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي ولعل الكثير من الأسئلة التي قلتها تأتي في هذا الإطار شكرا جزيلا لك زميلي عيصان عكرماوي مراسل بي بي سي نيوز عربي في لندن شكرا لك شكرا لك